هناك مؤامرة في الحقيقة أنا من الناس الذين يؤمنون بدرجة معينة بمنطق المؤامرة وإلا هذا الاستهداف الشامل والدقيق هل يمكن أن يكون نتيجة عمل طائش لمجموعة من الناس أو حتى عمل طائش عدواني يقوم فيه حزب معين أو تقوم به عشيرة معينة واضح إلى أنه الهدف هو الدولة والهدف هو العراق فهذه الأعمال ليست أعمال طائشة وإنما أعمال وممارسات مدبرة والمدبر هو بمستوى دول وبمستوى حكومات المسؤول المباشر المسؤول الذي يتحمل وزر هذه القضية وفق القياسات القانونية والقياسات الدستورية هي وزارة الكهرباء ابتداءا من الفراش إلى الوزير هذه اللحمة هذه الوزارة ينبغي متفليشة وإنما تفكيكها من خلال برنامج يوضع من قبل مختصين من خارج الوزارة وأساتذة في الإدارة ونأتي على هذه الوزارة ونفككها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر